اتحاد المصري لبجول في برئاسة المهندس ايمان حسين اعلن قائمة منتخبنا الوطن اللي هيشارك في بطولة افريقيا للرجال ولا تلعب في مدينة الجونة في الفترة من 26 الى 30 سبتمبر اللي احنا فيه الحقيقة ما لعب الجول في شكلها يفتح النفس حقيقة والله يعني طبعا القيمة ضمت عيسى ابو العلا دين نعيم عبد المنعم الشفعي ماجد عبد التواب وهيشرف على الفريق كابتن غسان قباني عضو مجلس دارة الاتحاد المصري ونجح في الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الافريقي مؤخر المطولة دي هيشارك فيها عدد كبير من منتخبات افريقيا وهم 21 منتخب جنوب افريقيا المغرب تونس غانا انجولا زانبيا زينبابوي وسيشل واثيوبيا واوغاندا وبنين والجابون وكينيا وتنزانيا وموريشس وبوتسوانا وسيرياليون والكاميرون ونيجيريا وناميبيا بالاضافة الى مصر تتكلم في 22 دولة هيشاركوا بالاضافة الى مصر طبعا عدد كبير جدا طبعا دول قائمة وانتخبنا الوطني بالمدير الفني والمشرف عليه طبعا الجولف احنا حبينا نجيب الخبر ده عشان احنا عندنا رياض الجولف الجولف الحقيقة رياضات يمكن اه مش شعبية في مصر ولكن زي ما حضراتكم شايفين واحد وعشرين منتخب افريقيا بيشاركوا في مصر لا هي شعبية وليها اهتمام كبير جدا في افريقيا خاصة امريكا تعرفين طبعا نجوم الجولف هما نجوم من الليفل ون ونجوم الشباك في امريكا لان هي الرياضة ايضا يعني اعتبر شعبية في امريكا بيتابعها الملايين نتمنى ان شاء الله نشوف منتخبنا بطن الافريقيا ونتمنى كمان نشوف منتخبنا بيشارك في البطولات الدولية